مكتوب يدعى اسمه عجيباً إذا ممكن يعني تحكي لنا أو توضح لنا هذه الفكرة عجيباً نعم إن اسم عكيب هو اسم مختص بالله نعم يعني لما منوح ثقل ملاك الرب في العهد القديم في ثفر القضاء منوح بس اللي هو بيكون أبو شمشون أحد قضاء إسرائيل الشهرة هي لشمشون يمكن نعم شمشون أشهر بما لا يقش شمشون قبل مولد شمشون أمه وأبوه ما كانوش بيخلفوا أولاد وظهر ملاك الرب لامرأة منوح اللي هي أم شمشون وقال لها إنك هتجيبي ولد الولد دوت يكون نذير لله وحط لهم الشروط الواجب إنها تكون موجودة في شمشون طبعا من ضمنها لا يعلو شعره وموثا وعلشان كده شمشون النذير ما يشربش المسكر ما يشربش الخمر ولا يتنجف بميت مفبوط ومنوح ثقل ملاك الرب إسمك إيه؟ علشان لما يتم اللي انت كلمتنا به نكرمك قال له لماذا تسأل عن إسمي وهو عجيب فمن المفترض إنه هذا الشعب يعرف يعني إيه يضعى إثمه عجيبا هو الله بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن هنا بيقول عن هذا الإله العجيب إنه يولد يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويضعى إثمه عجيبا هل من الممكن أن يحدث هذا؟ الإجابة هنا مقترنة ومرتبطة بقدرة الله هل إن أراد الله أن يأتي في هيئة البشر يستطيع؟ الإجابة بكل تأكيد نعم نعم وطبعا لما بيتكلم عن هذه الولادة نشوف التتميم في سفر في رسالة غلاطية أربعة أربعة مكتوب ولكن لما جاء من الزمان الكيفية أرسل الله ابنه مولودا نعم لأنهم تشوف يولد لنا ولد ونعطى ابنا يعني بتتكلم عن التجسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر